موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمرون في متابعة المهزلة بالصوت والصورة العرض الفني والترفيهي للمخلوع أبو عفشفش في قاعة الإعلاميين المؤتمرين بمناسبة أنهم مصايمين أمانا يا جماعة أمانا يا جماعة ندع ستاند أب كوميدي ما حصلش ما حصلش عليك أن تبدأ القلق يا حبي وشوف الناس مستمتعين وهات لك يا ضحك مليان القاعة على الله بس تخلص الحرب هذي بايفتاح أبو عفشفش أول تياتر بصنعة وتنشط الحركة الفنية هيوة هيوة هو بس شاف الإبسامة دي والمضلأ افتكت على طول ومن هذا العصيد ليس بيننا وبين هذه الأقطار الذي تحالفت ضد الشعب اليمني أي خلاف لا مذهبي ولا سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي ولا ذكا ما لي مش قد نحلة في الحلقة الأولى أنه الخلاف هو مذهبي وأن الوهابية هي السبب طيب فين خلافك معها فين هذا الخلاف يا إسلام بلا مذهب أرضنا اليمنية نظيفة وطاهرة أيوة مو قول لك ظاهرة ولا تقبل إلا الطيبين الظاهرين الصلاوات لا البيت ده طاهر وحيصدل طول عمره طاهر يام الميت طاهر شوف شوف حتى خصومك يا مخلوع ما تمنوا لك هذه النهاية إنك تنهيها عكفي لبيت الحوثي سابر أدعو على شركة أن يكونوا واضحي ووادعي يتحاوروا مع الشعب اليغمي ممثل بالوسط الوطني الموجود في الكوين أبا فاكرين فاكرين قصة الزهايمر هيا بالله عليكم منه الزهايمر الآن مورسة واتفاي قايا عمال كتا سلبي تأكد تأكدت سلبي شوية يمكن يتكلموا قليل خلاص ملطان من المشاط الواحد أصحابك سكتهم كلهم تار لنا شهرين ونحن في الكوين حوار تعطيلي حوار بيضنطي حوار تعطيلي يا علي بيضنطي يا علي تعطيلي ما وقلس أصحابك هناك شهرين لليوم ليش ما روحوش يعني قايت تدقها شرف قدام الشاشة وأصحابك يطرحوا في القلسة خبابر ثانية يا بيضنطي يا بيضنطي مشكلتك أنه كل تكاتيك صارت مفضوحة وقديمة شو قلق قديم قديم ما في بشتك ديد كل حركاتك متوقعة ومناوراتك خائبة وعدك تزعل لما يقولوا خلاص أنتها زمانك أنت سلمتها بنفسك سلمت أمرك وزمامك وكل حاجاتك لهم مهما كابرت ويا قليتك سلمت للشعب اللي أكرمك إلا سلمت لللي يشطط ويمطط وفقداء مستمتع بالبرمن هذا الكلام لن ينطوي على أنصار الله أنصار الله نحن وياهم في خندق واحد نواجه العدوان سويا ونقدم الشهداء سويا صحيح ما عندناش كمؤتمر شعبي عام من يشيال لكن لنا متطوعين ينخرطون أيوة أيوة هي ينخرطون دي تحديدا اللي كنت تحسبوهم حقاك ذا الحين كلهم انخرطون انخرطوا علي خرطة للطرف شفتوا كيف نهاية الخراط يجيب حقه المخارطين خرطون ولما يقول أحا ويشتي يرقع يبطل يلاقيهم مخروطين خالص ومعات فيش قديد خلاص زانت يا أبو المخروطين ما معكش ميليشيا قلت لي ها طيب أشوف لك من عندي حباك هذا ميليشيا تلعبه بس تلقعه نظيف زي ما استلمته ها مش بعد اني تصايا ما معكش ميليشيا ولا الميليشيا ما معيش مخلوق طيب يا مسكين بس نحط لب الله على بطمك ونزل كده منشورة إيمانية زي اليدومي ومأكدت اشتقح في الخط ونحن مقدمين أكثر من سألاف شهيد مش إدعاء ولكن بطايقهم وأرقامهم وصورهم أها أهمشي صورهم أهمشي صورهم هذا اللي مش معملي شيقة أهمشي صورهم أطبع وصور وعلق بالكانبا تشلو الأذمي مسبع مربع متعافي من بين أهله وتردوهم مخروطة تقبلوا الله في من أخرطوه تشلوه أصل وتردوا عنده صورة مقدمة ستة ألف مخرط ستة ألف مخرط ضد مين؟ ضد تعز ولا مأريف ولا البيضاء وعدان وشبوة أما السعودية والله ولا قدرت تقلس ربع ساعة بالحطوط بس رقمان الخوبة والهربة الأباتشي الوهابية توهب بالشاصاف وهم دولك رقعوا يشقوا في الحطوط يطلعوا ألغام ومقاولينهم بالمتر ويقولوا أنهم مرحبين حتى بالقرارات الدولية هذا غير قانوني هو قانوني هذا قانوني هذا قانوني هذا قانوني من زمان من زمانه نحن عارفين أنه قانونك هذا عشان كده قامت ثورة شباب وأصدت عليك السوق كله وقالوا لك هداء وتفرغ عد قوانينك اللي لهفته لكن الدبارة دبارة ايش تقول هكذا اللصوص كده كل ما تقول له انت الذي يقول لك أين طلي ها 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 شفت كيف أين طلي قلت لك مع ساتك قد الناس حافظوا لك هذا غيب ما عاد في ش فداء كله قديم ادي لكم متى يقال الحجر من القاع والدمرات الكبيرة ها ها وهذا كمان مثل قديم بس الصدق مثل باهر مثل باهر يا أبو عفش باش ستة ألف شهيد قدمتهم من عيال القبائل وعيالك إلا بدو باي و ألمانيا و لبنان بش من نوم واحد كده ناويق رجال كده بطل كذا يتأثر بالرقولة يجي يدافع على أبوه ويدافع ضد الغزاء بدل من أنت قاعد تضحك لك على عيال الناس والدهده بهم للقبهات تدور ميليشيا ومعك الفندم حماده بكله حماده بكله وإذا قلت هو محبوس فإن قا خريك سانت هيرس الفندم خالد مشاقبلي هياوا كيف لمن درسوا هادونا علوم عسكرية وفي الآخير حمادي مصلح يقول ينخرطوا لك لفلفت البلاد عشان تشتري لهم عسكرات وبالنهاية برمت الأمريكان دعم 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 للعياد وبعدين يشترونا شق عجيب على الأمريكان كانوا ما بش الله يقبلونا على التعاون الممتاز أوه طبعاً ما لقوش واحد فتح لهم بلاده بالرائحة والسارحة لا من يقول لهم شرق ولا من يقول لهم ليل أهم شي كان يبقى على الكرسي وشو نعمل لها زي لما سألوك عن العلقي قلت لهم إلا طيارة قت من القو شو نعمل لها يا شيخ المفروض يناموا جنبك جنبك كده مش الله ياخدوك بالحضن داخلت السياسة الجديدة والخطر على المملكة العربية قلبوا الصحن الأمريكان وإذا إحنا يعني عدو لدود للولايات المتحدة الأمريكية ومستغرب ليش الأمريكان قلبوا الصحن واضحة خلاص قد معاهم فرفور قديد غيرك قد معاهم واحد اللي قديد وبيجيب حاجات أحسن منك ومتماشي مع الموضحة دلأيام من العراق إلى سوريا ولبنان بزازيل أمريكا القدود أنت خلاص يا عفاش راح زمانك طبيعي أنك بتتحول عدو لأنك منقفس هم بس اللي أستخدموك عشان تجيب لهم الحوثي إلى صنعه وبابح أنتهت مهمتك والله يعين هذا الشعب بس شعب مناظم شعب والف أن يواجه كل الصعاب هاي والله شعب والف يواجه كل الصعاب بس وصل للصعب الصغير وطحنت البلاد كله عشان وطحنت ولما ضعوا هم التوريط للأبد قال أبت عكفي للإمامة أنت تراهنوا على شكل الصف الوطني داخل كل المقونات السياسية مثل بالمؤتمر الشعبي العام وأنصر الله وبقية القوى السياسية هذا أبعد من عين إن شاء الله هذه الكلمة للمؤتمرين يعني أن دعسوا يلي تشتوا تشقوا الصعاب ولاحظوا وسط الفقرة لاحظوا وسط الفقرة طلعوا صورة مين كامل الخوذاني المؤتمر المقهور والباغر من الحوثة ومن دوب الإمام الحوثي في المؤتمر نزيها العماد يعني فهموها يا مؤتمرين استمتعوا استمتعوا بدور العكفي والدويدار إلى الأبد باقي نقطة باقي نقطة أخيرة قالها المقهور نسمع لا قادة الإصلاح هم وحابيين موش إصلاح موش أخوار متل مين وحابيين والله بعضهم لا يمتلك الشهادة على الإعدادية والسبب يا أكسفورد يا إ كنت وكالة ناسا لا تفتحش هذا الباب لا لمدة قد démشيناها لك 3 أو 13 لمدة وأنت حتى بإم Finland بنزورة لأنbstير ما تفتح ولا نقص اشتركوا في القناة